السلام عليكم اياتها الرائعات معكم اميمة على قناتكم وصفتنا اسمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم عزيزاتي واعتمنى ان يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والهافية وصفتنا لنهار اليوم فهي جد سهلة وبسيطة ولكنها فعالة جدا جدا لتبييد الابط وكذلك الركب والاكوى باستخدام ثلاث مكونات فقط طبيعية 100% اذا كنت عزيزتي مهتمة بالوصفة فتابعي الفيديو للاخر وصفتنا عزيزتي لتبييد الابط مكونة من مكون اول وهو من المكونات السحرية وهو زبدة الشيا زبدة الشيا هي تكون على هذا الشكل فهي غنية بعدة فيطامينات وخصوصا فيطامين او هو الذي يفيد كثيرا في تغذية البشرة وازالة البقعة الذاكنة والتصبغة ويجعل البشرة اكثر نعومة ورطوبة وليونة اذا كنت تعانين من خشونة القدمين فيمكنك استخدام ايضا زبدة الشيا لوحدها فهي كافية جدا عزيزتي للتخلص من تشققات القدمين وخشونة الاقدام في مدة قسيرة جدا ستحتاجين لتبييد الابط والاقوى والركب باستخدام زبدة الشيا الى ثلاث معالق كبيرة من زبدة الشيا اما المكون الثاني فهو عبارة عن زيت وهو زيت جوزة الهند زيت جوزة الهند عزيزتي فهو من المكونات الرائحة جدا التي تعطي بياض ونعومة ورطوبة للبشرة ولهذا فهي جد مفيدة وفعالة في هذه الوصفة ويجب على كل فتاة ان تتوفر على زيت جوزة الهند فهي رائعة جدا لعلاج مشكل معظم مشاكل الشعر والبشرة كذلك ستحتاجين لتبييد الابط في هذه الوصفة الى ملعقة كبيرة من زيت جوزة الهند اما المكون الثالث والاخير في هذه الوصفة فهو زيت الليمون او الحامض نعم فزيت الليمون او الحامض بفيد جدا ورائع فمعروف لدينا على ان الليمون او الحامض فهو من المكونات المبيدة والتي تزيل البقع الذاكنة والتصبغات وآطار حبوب الوجه وكذلك تزيل ايضا آطار الحروق بامتياز ستحتاجين عزيزتي لتبييد الابطين وكذلك الركب والاكوى واي خشولة كذلك سوى تعلق الامر بخشولة اليدين او القدمين ستحتاجين الى اثنين معلق كبيرة من زيت الليمون او الحامض واذا لم تتوفر عزيزتي على زيت الليمون فيمكنك استخدام اثنين معلق كبيرة من عصير الليمون او الحامض في هذه الوصفة المبيضة لتحت الابط وكذلك الركب والاكوى وايضا ترطيب اليدين والاقدام بامتياز بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الان بحول الله الى التعرف على طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس امرا عزيزتي اذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا اسمان فالمرجو منك للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق اكون شاكرا لك اختي الكريمة كثيرا فيما يتعلق بطريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو اخذ برطمان زجاجي او قرورة زجاجية او مثل هذه برطمان مثل هذا لكي تحتفظ بالوصفة او الخلطة وبعد ذلك تقومين بوضع زيت الليمون وزيت جوزة الهند وكذلك زبدة الشيا تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح الوصفة جاهزة للاستخدام فيما يخص طريقة استخدام الوصفة او استعمالها لتبييض الابط او الركب او الاكواء او تخلص نهائيا من خشولة اليدين وكذلك الاقدام فكل ما عليك هو ترطيب منطقة او وضع او تطبيق هذه الوصفة على منطقة الابط بشكل يومي وبعد مرور اسبوع من استخدام الوصفة يمكنك استخدام مقشر طبيعي لمنطقة الابط كزيت جوزة الهند والقهوة او سكر الخاشر وزيت الزيتون فكل هذه مقشرات طبيعية يمكنك استخدامها بعد اسبوع من استخدام هذه الوصفة فستلاحظين نتائج جد رائعة وجد مرضية بعد الاستعمال الثالث لهذه الوصفة يمكنك ايضا اذا كنت تعانين من خشونة اليدين او خشونة الاقدام او تشققات الاقدام استخدام هذه الوصفة كمرطب طبيعي للاقدام فستحصلين عزيزتي على اقدام خالية من التشققات وكذلك رطبة ولينا كانت هذه هي وصفتي لنهر اليوم عزيزتي اتمنى ان يعجبك الفيديو ان تكون استفدت منه ولو بالقليل واذا اعجبك فالمرجو منك مشاركته مع الاهل والاحباب واذا كان لديك اي تساؤل عزيزتي او طلب لوصفة معينة فيمكنك طرفه ايضا في صندوق التعليقات وسأجيبك ان شاء الله دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله السلام عليكم اياتها الرائعات معكم اميمة على قناتكم وصفتنا اسمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم عزيزتي واعتمنى ان يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والهافية وصفتنا لنهار اليوم فهي جد سهلة وبسيطة ولكنها فعالة جدا جدا لتبييض الابط وكذلك الركب والاكواه باستخدام ثلاث مكونات فقط طبيعية 100% اذا كنت عزيزتي مهتمة بالوصفة فتابعي الفيديو للاخر وصفتنا عزيزتي لتبييض الابط مكونة من مكون اول وهو من المكونات السحرية وهو زبدة اشيا زبدة اشيا هي تكون على هذا الشكل فهي غنية بعدة فيطامينات وخصوصا فيتامين او هو الذي يفيد كثيرا في تغذية البشرة وإزالة البقعة الذاكنة والتصبغة ويجعل البشرة اكثر نعومة ورطوبة وليونة اذا كنت تعانينا من خشونة القدمين فيمكنك استخدام ايضا زبدة اشيا لوحدها فهي كافية جدا عزيزتي للتخلص من تشققات القدمين وخشونة الاقدام في مدة قصيرة جدا ستحتاجين لتبييض الابط والاقواع والركب باستخدام زبدة اشيا الى ثلاث معالق كبيرة من زبدة اشيا اما المكون الثاني فهو عبارة عن زيت وهو زيت جوزة الهند زيت جوزة الهند عزيزتي فهو من المكونات الرائحة جدا التي تعطي بياض ونعومة ورطوبة للبشرة ولهذا فهي جد مفيدة وفعالة في هذه الوصفة ويجب على كل فتاة ان تتوفر على زيت جوزة الهند فهي رائعة جدا لعلاج مشكل معظم مشاكل الشعر والبشرة كذلك ستحتاجين لتبييض الابط في هذه الوصفة الى ملعقة كبيرة من زيت جوزة الهند اما المكون الثالث والاخير في هذه الوصفة فهو زيت الليمون او الحامض نعم فزيت الليمون او الحامض بفيد جدا ورائع فمعروف لدينا على ان الليمون او الحامض فهو من المكونات المبيدة والتي تزيل البقع الذاكنة والتصبغات وآطار حبوب الوجه وكذلك تزيل ايضا آطار الحروق بامتياز ستحتاجين عزيزتي لتبييض الابطين وكذلك الرقب والاكوى واي خشولة كذلك سوى تعلق الامر بخشولة اليدين او القدمين ستحتاجين الى اثنين معلق كبيرة من زيت الليمون او الحامض واذا لم تتوفر عزيزتي على زيت الليمون فيمكنك استخدام اثنين معلق كبيرة من عصير الليمون او الحامض في هذه الوصفة المبيضة لتحت الابط وكذلك الرقب والاكوى وايضا ترطيب اليدين والاقدام بامتياز بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله الى التعرف على طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس امرا عزيزتي اذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا اسمال فالمرجو منك للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق اكون شاكرا لك اختي الكريمة كثيرا فيما يتعلق بطريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد تهلة وبسيطة فكل ما عليك هو اخذ بطمان زجاجي او قرورة زجاجية او مثل هذه بطمان مثل هذا لكي تحتفظ بالوصفة او الخلطة وبعد ذلك تقومين بوضع زيت الليمون وزيت جوز الهند وكذلك زبدة الشيا تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح الوصفة جاهزة للاستخدام فيما يخص طريقة استخدام الوصفة او استعمالها لتبييض الابط او الركب او الاكواء او تخلص نهائيا من خشولة اليدين وكذلك الاقدام فكل ما عليك هو ترطيب منطقة او وضع او تطبيق هذه الوصفة على منطقة الابط بشكل يومي وبعد مرور اسبوع من استخدام الوصفة يمكنك استخدام مقشر طبيعي لمنطقة الابط كزيت جوز الهند والقهوة او سكر الخاشر وزيت الزيتون فكل هذه مقشرات طبيعية يمكنك استخدامها بعد اسبوع من استقمال هذه الوصفة فستلاحظين نتائج جد رائعة وجد مرضية بعد الاستعمال الثالث لهذه الوصفة يمكنك ايضا اذا كنت تعانين من خشونة اليدين او خشونة الاقدام او تشققات الاقدام استخدام هذه الوصفة كمرطب طبيعي للاقدام فستحصلين عزيزتي على اقدام خالية من التشققات وكذلك رطبة ولينا كانت هذه هي وصفتي لنهر اليوم عزيزتي اتمنى ان يعجبك الفيديو ان تكون استفدت منه ولو بالقليل واذا اعجبك فالمرجو منك مشاركته مع الاهل والاحباب واذا كان لديك اي تساؤل عزيزتي او طلب لوصفة معينة فيمكنك طرفه ايضا في صندوق التعليقات وسأجيبك ان شاء الله دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة